وباء كورونا ما زال مستمر تظهر أشكال جديدة من فيروس كورونا مما يؤثر على جميع البلدان وقد يبدو بعضا منها معدي أكثر يمكنك أن تصاب بفيروس كورونا حتى لو كنت مصابا بها من قبل لهذا يجب ارتداء الكمامة إن أمكن ذلك يجب عليك استخدام الكمامة بشكل صحيح وإلا فقط تصابه بكورونا أو تنقله إلى شخص آخر اخسل يديك قبل ارتداء الكمامة يمكن ارتداء الكمامة في وضعها كاملة على فمك أو إنفك وإلا يمكن لبسها تحت الأنف أو تحت الذقن أو في طرف الأذن أو في اليد عدم ارتداء الكمامة بشكل صحيح يعني أنك لا تحمي نفسك ولا الآخر لا ترمس الكمامة بعد ارتداءها بيدك في حالة تنامس يجب غسل يدين بالماء أو الصابون يتم خلع الماسك من طرف جانبيها وبعدها يمكن غسل يدين بالماء والصابون الكمامة التي تستخدم مرة واحدة قم باستخدامها مرة واحدة فقط ثم قم برميها في سلة المهملات لا تترك كمامتك في مكان يمكن أن تتسخفه ولا تتشاركها مع شخص آخر إذا كنت تستخدم كمامة من القماش فقم بغسلها يوميا بالماء الساخن والمنظفات تذكر أن الكمامة وحدها لا تكفي لحمايتك من فيروس كورونا بل قم بغسل اليدين يوميا وحفاظ على التباعد الاجتماعي إن أمكن ذلك ترجمة نانسي قنقر